من هو الشيعي؟ عنوان الصحيفة الأولى أريد أن أكون شيعية هذا العنوان كما قلت لكم سيقودنا إلى سؤال يطرح نفسه بنفسه إذن من هو الشيعي؟ سأحاول أن أجيب على هذا السؤال ولكن لماذا هذا السؤال أصلا؟ لماذا هذا السؤال؟ لأننا بحاجة أن نعرف خارطة عقيدتنا منظومة الاعتقاد الشيعي التي وضعتها لنا حوزة النجف منذ سنة 448 للهجرة وإلى يومنا هذا منظومة ضالة بامتياز لا تمت بصلة إلى ثقافة العترة الطاهرة إنها منظومة مسخ جمعوا فيها ما بين عقيدة الأشاعرة والمعتزلة ومختاروه ومختاروه مما جاء في ثقافة العترة الطاهرة ثم رجعوا بعد ذلك يحملون فؤوسهم ومعاولهم وقد كسروا هذه المنظومة تكسيراً مع كل قبائحها فزادوها قبحاً وضلالاً وسفاهةً وبعداً عن ثقافة العترة الطاهرة هذا الكلام تقدم بكل تفاصيله في جانب من حلقات برنامج الخاتمة المتقدمة وفي برامج العديدة الوفيرة وكل ذلك متوفر موجود على الشبكة العنكبوتية لمن أراد أن يطلع على تفاصيل الحقائق ووثائقها وأدلتها ودقائقها إذن من هنا بدأنا مع هذا العنوان في الصحيفة الأولى من صحائف العقيدة السليمة أريد أن أكون شيعية من هو الشيعي؟ لماذا هذا السؤال؟ إنني أريد أن أشخص تعريف الشيعي ووفقا لتعريف الشيعي سأحدد حدود خارطة العقيدة الشيعية إذا أردت أن أعرف الشيعية فلابد أن أعود إلى المعطيات الدقيقة في ثقافة العترة الطاهرة قطعا هناك تعاريف للشيعي في كتب الملل والنحل والفرق في كتب كتبها علماء الشيعى وفي كتب كتبها غيرهم وحين أقول غيرهم إنني أتحدث عن مخالفي أهل البيت عن السنة وأتحدث عن أصحاب الديانات الأخرى من المستشرقين وغيرهم فهناك تعاريف عديدة وكثيرة للشيعي في كتب الملل والنحل والفرق والمذاهب وأصحاب المقالات والعقائد في كتب كتبها علماء الشيعى وفي كتب كتبها غيرهم وأنا لا أبالي بهذه التعاريف ربما تبالون أنتم بها أنا لا أبالي بها أصلاً وهناك تعارف للشيعي ذكرها ذكرها مراجع الشيعة فقهاء الشيعة في كتبهم الفقهية إن كانت من كتب الفقه الاستدلالي أو من كتب الفقه المجرد أعني الرسائل العملية وأيضاً الذين ألفوا كتباً في علم الكلام وفي العقائد الشيعية وفقاً لقواعد علم الكلام عرفوا الشيعية في هذه الكتب وأنا لا أبالي بما كتبه مراجع الشيعة في موسوعاتهم الفقهية أو في رسائلهم العملية أو فيما كتبوه في كتبهم الكلامية العقائدية التي تحدثوا فيها عن العقائد الشيعية ربما أصابوا في بعض الأشياء وربما أخطأوا لا شأن لي بهم إذن هناك مقدار كبير من التعاريث ما بين كتب المللي والنحل والفرق والمذاهب وأصحاب المقالات والعقائد وما بين الموسوعات الفقهية الشيعية والرسائل العملية لمراجع التخليد وكتب علم الكلام العقائدية أنا لا أبالي بكل هذه التعاريف إنما أشرت إليها إليها كي تعلموا أني على تواصل مع هذه الكتب وعلى الطلاع عليها وإذا ما عطفت نظري إلى آيات الكتاب الكريم وإن وإنني أتحدث عن الكتاب الكريم المفسري بتفسير علي وآل علي لا شأن لي بتفسير السقيفة ولا بتفسير النجف لأن الاثنين معا فسروا وفقا للمنهج العمري حسبنا كتاب الله لذا فإني أبرأ إلى الحجة ابن الحسني من هذه التفاسير من تفاسير السقيفة ومن تفاسير مراجع النجف منذ الطوسي سنة أربعمية وثمانية وأربعين للهجرة وإلى يومنا هذا لقد هجروا تفاسير علي وآل علي هجروا ما جاء عن علي وآل علي في تفسير قرآنهم وراحوا يكرعون ويشربون وأيضا يغتسلون بتلك المياه الآسنة القذرة في تلك العيون الكذرة التي حذرنا منها أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه على أي حال فإذا ما عطفت نظري إلى آيات الكتاب الكريم وإلى أحاديث العترة الطاهرة فإن الحديث عن الشيعي تارة يكون في خطوط عامة وأخرى يكون في تشخيص خصوصيات معينة بشكل إجمالي مرة يتحدث عن الشيعي من أنه هو الذي يحب علي ومرة يتحدث عن الشيعي في أجواء براءة والولاية وفي آفاقهما وأخرى يكون الحديث عن بيعة الغدير وعن الوفاء وصدق العمل بمضمونها وهناك حشود من النصوص تحدثنا من أن شيعتنا كذا وكذا فقد يكون الحديث عن طقوس عبادة وقد يكون الحديث عن أخلاق ومعاملة مع الناس وقد يكون الحديث عن تشخيص مواصفات لعلاقتهم مع إمام زمانهم وقد وهناك حشود من النصوص تحدثنا من أن هذه المجموعة التي تتصف بالأوصاف الكذائية ما هم من شيعتنا هناك نصوص كثيرة في هذه الاتجاهات ولا أريد أن أطيل الكلام في هذه التفاريع لكنني إذا أردت أن أقوم بعملية فلترة بعملية تصنيف للأحاديث وتصفية للمعطيات يمكنني أن أقول من أن التعريف الواضح للشيعي هو هذا الشيعي هو العارف بإمام زمانه هذا هو التعريف الواضح المصفى النقي إذا ما أردنا أن نعرض عن تعاريف المخالفين وغيرهم من الديانات الأخرى الله وكذلك إذا أردنا أن نعرض عن تعاريف مراجع الشيعة في كل مصنفاتهم وركزنا أنظارنا على ما جاء في قرآنهم صلوات الله عليهم المفسر بتفسيرهم وعلى أحاديثهم الكثير التي تحدثت عن الشيعة وصفاتهم وخصالهم وخصائصهم ومراتبهم ودرجاتهم وووو الذي يخلص بين أيدينا الشيعي هو العارف بإمام زمانه هذا هذا هو الشيعي في ثقافة العترة الطاهرة نذهب إلى فاصل الشيعي إذن هو العارف بإمام زمانه لابد أن تلتفت من أنه حينما نستخلص هذا التعريف من ثقافة العترة الطاهرة فليس المقصود من معرفة الشيعي بإمام زمانه أن يكون عارفاً بشخصه أن يعرف الاسم أن يعرف النسب أن يعرف الوالدة والوالدة أن يعرف زمان الولادة محل الولادة إلى بقية التفاصيل التاريخية هذا جزء من معرفة إمام زماننا هذه التفاصيل وما يتفرع عليها هي جزء هي سطور في كتاب مفصل عنوانه معرفة إمام زماننا وليس الأمر ينحصر بمعرفة مقامات الإمامة وشؤون الإمامة هذا هذا جزء من معرفة إمام زماننا وكذلك ما يرتبط بالإمام المعصومي ذاتاً وصفات وأفعالاً وما يتفرع على ذلك من التفاريع العقائدية كل هذه المفردات تشكل أجزاء من معرفة إمام زماننا لكن الأمر لا يقتصر على هذه المضامين لابد أن تعرفوا من أن ثقافة العترة الطاهرة حين تتحدث عن معرفة الإمام إنها تتحدث عن منظومة عقائدية كاملة فشؤون النبوة هي جزء من معرفة إمام زماننا وشؤون التوحيد هي جزء من معرفة إمام زماننا حينما نتحدث عن معرفة الإمام فإن شؤون التوحيد جزء من معرفته ولولانا ما عبد الله ولولانا ما عرف الله حين نتحدث عن معرفة الإمام بحسب ثقافة العترة أذكركم فقط البرنامج للبيان والشرح والتوصيف ليس للاستدلال لا أجد وقتا للاستدلال الذي يريد منكم أن يبحث عن الأدلة والبراهين وهذه التفاصيل التي ترتبط بعنوان الأدلة والبراهين فليرجع إلى برامج المفصلة المطولة برنامج محدود بحدود أيام شهر رمضان وفي ساعات محدودة لا أستطيع أن أتحدث عن كل شيء لكنني سأحاول أن أضع الخارطة العقائدية بين أيديكم فحينما أتحدث عن معرفة الإمام أنا لا أتحدث عن إمام بعينه وبشخصه معرفة إمامنا بعينه وبشخصه هي جزء من هذا العنوان جزء من عنوان معرفة الإمام فشؤون التوحيد هي جزء من هذه المنظومة إلى بقية العناوين الأخرى المهمة معرفة الإمام منظومة عقائدية تعتمد على أساس هو الإمام من أراد الله بدأ بكم هذا الخطاب بالنسبة لنا بدأ بالحجة ابن الحسن فهو إمام زماننا فمن أراد الله كما نقرأ في الزيارة الجامعة الكبيرة من أراد الله بدأ بكم ومن وحده قبل عنكم فشؤون التوحيد هي جزء من معرفة إمام زماننا من أراد الله بدأ بكم البداية منكم ومن وحده قبل عنكم ومن قصده توجه إليكم فمعرفة الإمام منظومة عقائدية متكاملة وهذا ما أحاول أن أبينه لكم في حلقات هذا البرنامج في مجموعة حلقات أعرف إمامك إذن هذا هو المراد الإجمالي من تعريف الشيعي هو العارف بإمام زمانه فهو عارف بمنظومة عقائدية متكاملة مدارها إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه ستتضح لنا الخارطة العقائدية شيئا فشيئا والبداية ستكون من تعريف الشيعي أريد أن أكون شيعية عنوان الصحيفة الأولى من صحائف العقيدة السليمة إنما أكرر هذه الكلمات كي تكون الصورة جلية وواضحة بين أيديكم من هو الشيعي الشيعي هو العارف بإمام زمانه وما معرفة الإمام منظومة عقائدية متكاملة سأتي على بيانها بقدر ما أستطيع في حلقاتي هذا البرنامج عبر أيامي شهر رمضان إذا أردت أن أدخل في تفاصيل هذا التعريف سأشخص لكم وبالدقة من خلال سبري أغواري أحاديث أهل البيت وزياراتهم وأدعيتهم وأدعيتهم وفي الصف الأول قرآنهم المفسر بتفسيرهم من خلال كل ذلك فإنني أقول من أن الشيعية العارفة بإمام زمانه هو السليم الفطيم اليتيم هذه مصطلحات قرآنية حديثية فالشيعي هو السليم الفطيم اليتيم بتعبير أوضح السليم السليم العقيدة وسلامة العقيدة وسلامة العقيدة تقودنا إلى سلامة القلب ومر الحديث عن هذا فالشيعي هو السليم سليم العقيدة وهو الفطيم فطيم فاطمة لأن فاطمة فطمت شيعتها من النار وهو الفطيم فطيم فاطمة وهو اليتيم يتيم القائم ويتيم القائم هو الذي يعرف إمامه وفي قلبه حسرة وهو في حالة شوق وانقطاع إليه لكنه لا يستطيع التواصل المباشر معه هذا هو الشيعي اليتيم هذه الكلمات ما هي كلماتي إنها كلماتهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين الشيعي إذن بحسب هذه الأوصاف هو سليم العقيدة فطيم فاطمي يتيم قائمي هذا هو الشيعي العارف بإمام زمانه السليم الفطيم اليتيم يتيم سليم العقيدة فطيم فاطمة يتيم القائم وبعبارة أخرى الشيعي سليم العقيدة فطيم فاطمي يتيم قائمي نذهب إلى فاصل موسيقى موسيقى